السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله انا بزاش دي الخطة عندكم انا كدائي منكن صوني ما كيديش الخط معديرة معديرة الشريفة الله يطول عمرك ويحافظك ويرعاك ويبارك فيك والله يطول عمرك ستنتينا ويحفظيك ويبارك لك في ولدك بروكسي الزيادة والله يرحمل والدين والله يطول عمرك بارك الله فيك الشريفة الله يحليك ولداتك يا ربي ملدار انا كانت له منك ديني في دعوات الخير دول الولاذي يا ربي يا ربي يا رحمن يا رحيم قلوا لي انا كان هذي كيجي ولي شي بعض الساعة كانت الصغ وكان الله يشافيك يا ربي الله يشافيك لا 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 اله الا الله واحد الحلماء نعم اه معديرة للا معديرة ربما غير اه في الاداعة كانوا واحد للسيستام وغيرك يسمع كلمة حلم وكي تقطع تلفون معديرة معديرة للا على كل حال كنشكرك الشريفة وكنشكرو السعب الحق وحافظكم الله ورعاكم الله زوجين بينهما محبة ومودة السعب الحق يبدو انه رجل رجل قلبه كبير ورجل متسامح ورجل كيحترم العلاقة الزوجية وكيقدس البيت البيت دين الاسرة بين من التصرف والكلام دين السعب الحق الزوجة دياله يبدو انها تعبت كثير وعطات الكثير مع الانجاب والاولاد والتربية وتحمل المسؤولية طبيعي هدا ان المرأة كيجي واحد اللحظة كتعود سبرها قليل وكيعود خاطرها ضيق طبيعي هدا لان اللي كتحمل فوق طاقة دياله وحد الوقت كيشعر بالتعب خصوا الراحة اشنا هو العلاج العلاج اولا هي ان العائلة وفي مقدمتهم الزوج ديالك يعترفون لك بالمجهودات اللي قمت بها لان المرأة من اللي كتجي عند الرجول كيوقع لها عدد كبير من تحمل المسؤوليات اول مسؤولية كيوقع للمرأة هي انها كتواجه الغربة كتكون عيشة في دربها وعيدها عيشة مع عائلتها وعندهم اعادات وتقاليد خاصة ثم كتجي واحد النهار الى بيئة اخرى مخالفة وكتفرض عليها انها تعيش مع العائلة ديالزوج وفي اعاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم فكين اللي كيوقع لها اندماج سريع وكين اللي كتلقى صعوبة كبيرة في الاندماج وكتبقى متحبة ثم بعد ذلك كتجيها تحمل مسؤولية الحمل فمن اللي كتحمل المرأة من اجل الانجاب كتبقى شهور وهي امتقلة وتعب ومشقة والخطر ديالها غدوكي ديق ومن اللي كتوضع الوضع فيه تعب ومشقة ثم كتجي مرحلة الرضاع وكتبقى سنة او سنتين لمن اراد ان يتم الرضاعه وكتبقى تعطي من جسمها وتعطي من لبنها وتعطي من اعصابها واخصد تحمل مسؤولية الرعاية للأسرة وخاك تسمى ربة بيت كيقولوا را قاسة في الدار راب العكس ديك اللي خارجة خدامة بعدها كتفوج شوية كتخرج كتتلقى مع الناس كتبتل الوجود ديالها كيكون عنده واحد المدخول كتتقضي باغراضها وكتخافظة لعزتها وكرامتها لكن مسكينة اللي ربة بيت كتبقى النهار كله وهي قلسة كتسنة عودة الزوج في وقت متأخر وعودة الاولاد من المدرسة وكتكون دائما كتشعر بالحرج أنها تمد يدها لكي تأخذ نصيبا من هذك المال لقضاء بعض الحوائج فربت الميود فعلا كيقضوا واحد للمعاناة شديدة من لكي يجيوا لأولاد ويتتابعون أكيد أن المرأة كتكون فقدات الكثير من طاقة ديالها وكتصير عندها ضيق في الخاطر وكتعود متعبة الآن هي لماذا محتاجة محتاجة أولا الاعتراف بالجميل أن مرة مرة كيوقف الزوج ديالها كيقول لا سمحي لنا ابنت الناس عذبناك وكلفناك فوق ما تتقين الأولاد ديالها أيضا مرة مرة كلمة شكر ماما درت لنا كذا عاونتنا ووقفت معنا كلمة شكرا وجميل بعض العائلات كيقتنصوا واحد اللحظة كيقولوا إما عيد زواج الأم والأب أو عيد ميلاد الأم يعني ليس غرضهم عيد الميلاد وإنما فقط غرضهم هو خلق مفاجأة وفرحة وسرور للاحتفاء بأحد الأطراف العائلة خصوصا الأم فللا كونك أن عندك خطرك ضيق هذا وقع للنساء معظم النساء تحمل المسؤوليات وكترة الأعباء ديال العمل وقلت أوقات الراحة واحتلجت العطلة الصيفية أو الربيعية كتلقى المرأة مسكينة كتبقى في الدار دائما نادر بشأنها تستمتع بالحياة وبطيبوبتها وكتبقى دائما في هذا الصراع فلهذا ربنا عز وجل جعل للنساء مقام رفيع وفي الحديث قالك الجنة تحت أقدام الأمهات الجنة تحت أقدام الأمهات الجنة التي تسارع عليها المجاهدون بالسيوف وبالخيول جعلها الله تعالى تحت أقدام الأمهات لمن يكتسب رضاهم وعفوهم وكذلك الزوجات فأسأل الله تعالى الشريفة الله شفيك الله يعافيك باشتغلبي على دق النفس دائما اقرأي صورة الشرح أو الانشرح بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إما أقرأها وأنا أضع يدي على صدري وإما أن أصلي بها ركعتيني مع صوت الضحى رأى إن شاء الله ربك يفرش الهموم وكي يوسع الصدر وكي تشعر بالرغبة في الحياة والله يحفظ لك مليداتك صبري معهم هذوك المليدات راه مزرعة طيبة مباركة غينفعوك في الحياة وبعد الممات الأولاد كينفعوك في الحياة إلى كبر الإنسان كيلقى معه ولداتو كيتعاود معاه وكي يربما يلعيا كي يساعدوه بالعلاج إلى كان فقير كي يكبروه يخدموه كي يسندوه وخصوصا بعد الوفاة أنه ملكته فالإنسان كيبقى لأولاد الصالحين كيدلوا الصلاح والخيرات لك نصيب في كل عمل صالح يقومون به لأنك أنت الذي أنجبتهم وأنت الذي ربيتهم وأنت الذي علمتهم كل عمل صالح يقومون به لك فيه نصيب وما يفعله أولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك وأولاد أولاد أولاد أولادك إلى قيام الساعة لك نصيب من الأجر والتواب لأنك كنت سببا في إنجابهم وتربيتهم والإحسن إليهم لكن ما شأن ما ليس عنده أولاد ما عنده أولاد إما أنه لم يتزوج أو تزوج ولم ينجب هذا عليه بالباقية الصالحات ربنا عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا هذه الأية نزلت خصيصا للذين ربنا ربنا سبحانه وتلم ما أعطهم أولاد إما لم تزوجوا قط أصلا أو تزوجوا لكن لم ينجبوا فربنا أعطاهم الباقية الصالحات وقال يخير من الأموال والأولاد خير عند ربك ثوابا وخير أملا الباقية الصالحات هي تسبحون الله دبر كل صلاة تلاتة وثلاثين مرة وتكبرونه تلاتة مرة وتحمدونه تلاتة وثلاثين مرة المجموعة تسعة وتسعين وتختم بالمئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويصلح الأولاد والبنات وأن يخفف عليكم ما نزل وأن يجعل الأيام المقبلة بالخيرات والبركات والألطاف الربانية قلوا معنا جميعا آمين 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 يا أكرم الأكرمين لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة